اشتركوا في القناة او انواع الميتريكس طبعا هنالا رح نتكلم عن انواع الميتريكس اللي ممكن ان نتواجهه بمجال الماشين ديرنينج اول نوع من الميتريكس هو السكوير ميتريكس وبهذا النوع عدد الصفوف يكافئ عدد الاعمدة هنا سابقا قلنا بانه نرمز لعدد الصفوف بالحرف N ونرمز لعدد الاعمدة بالحرف M فبالسكوير ميتريكس لازم يكون عدد الصفوف N يكافئ عدد الاعمدة M وسبب تسمية هذا النوع من الميتريكس بالسكوير ميتريكس لانه عناصر هذه الميتريكس تكون ما يشبه المربع مثل ما جاي التلاحظة هنا واكنواع ثاني من الميتريكس اللي هو نسميه بالريكتانجولار ميتريكس أو الميتريكس المستطيلة وهذه الميتريكس يكون بها عدد الصفوف لا يساوي عدد الاعمدة فهس عرفنا السكوير ميتريكس وكذلك تكلمنا عن الريكتانجولار ميتريكس بالسكوير ميتريكس أو الميتريكس المربعة بما انه عدد الاعمدة يساوي عدد الصفوف فالابعاد مالتها نكتبها بهالطريقة N في N ما كتبنا هنا N في M لانه M هي تكافئ ال N فنكتبها بهذا الشكل N في N هذه هي أبعاد السكوير ميتريكس والحجم أو السايز للسكوير ميتريكس نسميه بالأوردر بمعنى إذا قلنا مثلا أوردر ثري هذا يعني بأنه هذه الميتريكس هي عبارة عن سكوير ميتريكس الديميشن أو السايز الخاص بيها هو ثلاثة في ثلاثة مثل هذه الحالة اللي هنا الأوردر الخاص بهذه الحالة هي ثري أو ثلاثة فالديميشن الخاص بيها هو ثلاثة في ثلاثة بينما لو كان الأوردر فور سكوير ميتريكس فالديميشن أو السايز الخاص بالسكوير ميتريكس هو أربعة في أربعة والسكوير ميتريسيز يكون من السهولة أنه نقوم بضربها مع بعضها وكذلك السكوير ميتريسيز تستخدم في الكثير من التحويلات الخطية أو الانير ترانسفورميشن على سبيل المثال التدوير أو الروتيشن مثلا تدوير الصور الان راح ننتقل إلى نوع آخر من الميتريكس واللي هو السيمتريك ميتريكس أو الميتريكس المتناظرة أو كذلك نسميها بالميتريكس المتماثلة والسيمتريك ميتريكس هو أحد أنواع السكوير ميتريكس لكن الأمر المميز به هو أنه العناصر العلوية في المصفوفة اللي تكون ما يشبه المثلث مثل ما تلاحظها هنا تكون مماثلة أو مناظرة للعناصر السفلية بالمصفوفة اللي كذلك أيضا تشكل هذا المثلث فاختصارا المثلث العلوي من جهة اليمين يكون مماثل للمثلث السفلي من جهة اليسار طبعا نحن قلنا بأنه السيمتريك ميتريكس هي سكوير ميتريكس لأنه عدد الصفوف وعدد الأعمدة بالسيمتريك ميتريكس أيضا يكون متساول فبالتالي السيمتريك ميتريكس هي نوع من السكوير ميتريكس ومن بالغ إذا قلنا بأنه هذا النوع من الميتريكس أو السيمتريك ميتريكس من أهم أنواع الميتريكس المستخدمة في الجبر الخطي بالإضافة إلى تطبيقات أخرى وليأجل أنه نميز السيمتريك ميتريكس عن باقي أنواع الميتريكس فلازم أولا التناظر ما بين هذا المثلث أو التريانجول والتريانجول الآخر أو المثلث الآخر يكون حول المين دايغونال أو القطر الرئيسي للميتريكس ونعني بالقطر الرئيسي للميتريكس هو المحور اللي يمتد من أعلى يسار الميتريكس أو المصفوفة إلى أسفل يمين الميتريكس هذا ينسميه بالمين دايغونال أو القطر الرئيسي للميتريكس فتناظر هذا المثلث المثلث العلوي مع المثلث السفلي يكون حول هذا المحور أو المين دايغونال فهنا المين دايغونال هو محور التناظر أو الأكسس أوف السيمتري لهذين المثلثين والسيمتريكس دائماً تكون سيكوير أو تكون مربعة يعني عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة مثل هذه الحالة هذه السيكوير أو السيمتريك ميتريكس يكون عدد صفوفها خمسة وعدد أعمدتها خمسة هذه السيمتريك ميتريكس دائماً تكون مربعة والترانسبوز للسيمتريك ميتريكس هو السيمتريك ميتريكس نفسها بمعنى أنه إذا افترضنا بأنه هذه السيمتريك ميتريكس نسميها M فإذا أخذنا لها Transpose فالميتريكس الناتجة من Transpose هي نفس السيمتريك ميتريكس الأصلية فمن خصائص السيمتريك ميتريكس أولا أنه تكون مربعة يعني عدده صفوف يساوي عدد الأعمدة ثانيا Transpose هي السيمتريك ميتريكس نفسها طبعا بالمستقبل راح نوضح شنو الترانسبوز الترانسبوز هي أحد الoperations أو العمليات اللي تجرى على الميتريكس الآن راح ننتقل إلى نوع آخر من الميتريكس واللي هي الترايانجولار ميتريكس واللي الترايانجولار ميتريكس هي كذلك نوع من السكوير ميتريكس بمعنى بالترايانجولار ميتريكس عدد الصفوف يساوي كذلك عدد الأعمدة مثل ما جاي تلاحظ فيها الحالة هذه المصفوفة هي ثلاثة في ثلاثة وكذلك الحالة بهذه المصفوفة أيضا تكون ثلاثة في ثلاثة فالترايانجولار ميتريكس هو نوع من السكوير ميتريكس السبب البداية لأجل أنه نفهم شنو الترايانجولار ميتريكس ركز أولا على المين دياغونال أو القطر الرئيسي الميتريكس هذا هو المين دياغونال لهذه الميتريكس وكذلك الحالة بهذه الميتريكس هذا هو المين دياغونال من الأعلى يسارا إلى الأسفل يمينا هذا هو المين دياغونال لاحظ العناصر اللي فوق المين دياغونال واللي هي هذه العناصر مثل ما تلاحظه هذه العناصر تكون قيم غير الصفر بينما أسفل المين دياغونال العناصر تكون كلها أصفار فهذا الترايانجولار ميتريكس نسميها بالأبر ترايانجولار ميتريكس بينما لو ننتقل للميتريكس الثانية اللي هي هنانا لاحظ كذلك المين دياغونال لاحظ العناصر اللي تكون أسفل المين دياغونال هنا العناصر اللي تكون أسفل المين دياغونال هي أرقام عدد صفر بينما فوق المين دياغونال كلها أصفار القيم اللي تكون فوق المين دياغونال كلها أصفار فالتراينجولار ميتريكس هذه نسميها باللور تراينجولار ميتريكس بالتراينجولار ميتريكس إذا كانت العناصر فوق المين دياغونال تحوي على قيم عدد صفر فتحت المين دياغونال لازم كل العناصر تكون أصفار وكذلك الحال بالميتريكس هذه إذا كان العناصر تحت المين دياغونال هي قيم عدد صفر فوق المين دياغونال كلها تكون عبارة عن أصفر الآن رح ننتقل إلى نوع آخر من الميتركس واللي هي الدياغونال ميتركس أو الميتركس القطرية مثل ما لاحظنا سابقا المين دياغونال أو المين دياغونال للميتركس يكون من الأعلى يسارا إلى الأسفل يمينا هذا هو المين دياغونال بالدياغونال ميتريكس كل العناصر اللي ما تكون بمحور المين دياغونال هي عبارة عن أصفار مثل هذه الحالة شوف هذه العناصر اللي تكون حول المين دياغونال كلها أصفار بينما العناصر اللي تكون على المين دياغونال أو على محور المين دياغونال تكون مو أصفار مثل ما تلاحظها وغالبا ما يتم الإشارة للدياغونال ميتريكس بالرمز أو بالحرف دي كابيتال فنسمي الدياغونال ميتريكس بدي كابيتال بمعنى أنه بعض الأحيان فقط نشير لها بالحرف دي كابيتال أو بعض الأحيان نمثل المصفوفة بشكل كامل مثل هذه الحالة ومرات كذلك أيضا نمثل العناصر اللي تكون على محور المين دياغونال بشكل فيكتر أو كفيكتر يحوى على باليوس قيم اللي تمثل القيم على المين دياغونال أو محور المين دياغونال فهسا الدياغونال ميتريكس تحوي في الغالب على أصفار مثل ما تلاحظ هذه الحالة أغلب العناصر بالدياغونال ميتريكس هي عبارة عن أصفار عدل عناصر اللي تكون على محور المين دياغونال هسا هنا لنريد نمثل هذه الدياغونال ميتريكس بشكل فيكتر هذا الفكتر يحوي على العناصر اللي تكون على المين دياغونال فقط فمثلا نكتب دي سمول لتر هنا لأنه اللي راح نسوي هنا هو بكتر هذا البكتر راح يحوي فقط على العناصر اللي تكون على المين دياغونال فهنا دي وان وان فنقصد بالوان فاصلة وان سبسكريبت هذا الموقع الخاص بالرقم أي أن تكون أو أي أن يكون هذا الرقم فهو يوجد في الصف الأول والعامود الأول بمعنى هذا الرقم على المين دياغونال والرقم الثاني أي أن يكون الموقع الخاص به هو 2.2 بمعنى أنه يكون موجود في الصف الثاني والعامود الثاني من الدياغونال ميتريكس والعنصر الثالث والأخير اللي يكون موقع ثلاثة فاصلة ثلاثة هذا العنصر الثالث والأخير يكون موجود بالصف الثالث والعامود الثالث من الدياغونال ميتريكس فهذا مثلناها بشكل ميتريكس كاملة ومثلناها بشكل بكتر يحوي على العناصر اللي تكون موجودة على المين دياغونال طبعا من الملاحظات المهمة بالدياغونال ميتريكس هو أنه الدياغونال ميتريكس مو شرط أنه تكون سكوير بمعنى أنه مو شرط أن يكون عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة على خلاف باقي الأنواع اللي ذكرناها سابقا فمثلا عدنا هذه المصفوفة اللي يكون عدد صفوفة خمسة وعدد أعمدتها أربعة هذه كذلك عبارة عن دياغونال ميتريكس أو نوع هذه الميتريكس هي دياغونال ميتريكس فهنانا مو شرط أن تكون الدياغونال ميتريكس سكوير هسا ممكن تسأل كيف ممكن نحدد الدياغونال الخاص بهذه الميتريكس بما أنه هذه الميتريكس هي مو شرط البساطة أولا تروح للأبعاد أو الـ size الخاص بهذه الميتريكس تشوف البعد الأصغر أو البعد الأقل مثل ما تلاحظ عدد الأعمدة واللي هو هذا البعد يكون أربعة بينما عدد الصفوف و خمسة فأحنا نختار البعد الأقل اللي هو يمثل عدد الأعمدة فالدياغونال الخاص بهذه الميتريكس يكون عليه البعد الأقل لما تلاحظه بهالشكل هذا هو الدياغونال الخاص بهذه الميتريكس باختصار بهذا النوع من الميتريكس أو الدياغونال ميتريكس اللي تكون مو سكوير مثل هاي الحالة تكون ركتنجيولا تكون بشكل مستطيل هذه الميتريكس فأحنا الدياغونال راح يغطي هذا الدياغونال مثل ما تلاحظه هنا راح يغطي البعد الأقصر واللي هو بهذه الحالة عدد الأعمدة فمثل ما جاي تلاحظ هذا الميتريكس غطي كل الأعمدة طبعا ما احتمينا بالصف الأخير لنحن نحاول نغطي فقط الأعمدة فتلاحظ بأنه هذا الميتريكس غطي البعد الأقصر اللي هو الأعمدة فمر بكل الأعمدة مر بالعامود الأول مثل هاي الحالة ومر بالعامود الثاني مثل ما هذه الحالة ومر بالعامود الثالث ومر بالعامود الرابع فهذا الدياغونال أو هذا المحور مر بكل الأعمدة أو غطي كل الأعمدة لهذه الميتريكس بينما لو كان عدد الصفوف أقل يعني هذا البعد يكون أقل فلازم المين دياغونال يغطي كل الصفوف ومو شرطه يمر أو يغطي الأعمدة كلها الآن راح نتكلم عن الـ Identity Matrix هذا النوع من الميتريكس أو الـ Identity Matrix هو كذلك عبارة عن Square Matrix بمعنى إنه عدد الصفوف بهذا النوع من الميتريكس يساوي عدد الأعمدة مثل هذه الحالة نعنا هذه المصفوفة هي ثلاثة بثلاثة Square Matrix وهذه الميتريكس إذا على سبيل المثال ضربتها بفكتر فهذا الفكتر ما راح يتغير القيم الخاصة به والقيم أو الباليوس الخاصة بالـ Identity Matrix تكون معروفة واللي هي عبارة عن واحدات على المين دياغونال وباقي العناصر بالـ Identity Matrix تكون هي عبارة عن أصفر فقيم الـ Identity Matrix تكون معروفة أو محتوى الـ Identity Matrix تكون معروفة فهذا العناصر اللي تكون على المين دياغونال هي عبارة عن واحدات والعناصر اللي تكون حول المين دياغونال تكون هي أصفر وتعريف الـ Identity Matrix هي الميتريكس اللي ما تغير الفكتر أو ما تغير أي فكتر يتم ضربة بهذه الميتريكس والـ Identity Matrix غالباً ما يشار لها بالرمز I Capital هو إشارة للـ Identity Matrix أو بعض الأحيان يتم الإشارة لها عن طريق I Capital N وهنا الـ N هي سبسكريبت يشير للـ Dimensionality أو الأبعاد الخاصة بالـ Square Identity Matrix هذه الحالة الـ N هي ثلاثة فـ I Three Subscript مثلاً هذه الميتريكس هي نقدر نعبر عنها بـ I Subscript 3 دليل على أن هذه الميتريكس أو الـ Identity Matrix هي ثلاثة في ثلاثة أو السائزة الخاص بها ثلاثة في ثلاثة وبعض الأحيان الـ Identity Matrix يسموها بالـ Unit Matrix ويشيرو لها بالحرف U Capital كذلك والسبب تسميتها كذلك بالـ Unit Matrix لأنه العناصر التي تكون على الـ Main Diagonal هي عبارة عن Units أو واحدات وذا صامع سابقاً بالـ Unit Matrix فـ Identity Matrix أو الـ Unit Matrix تختلف عنها فلا تشتبه هي الـ Identity Matrix أو الـ Unit Matrix مع الـ Unit Matrix فهذه الميتريكس أو النوعين مختلفين سابقاً نوع أخير بالـ Types of Matrix أو من أنواع الميتريكس راح نتحدث عنه بعد ما نمثل هذه الأنواع اللي ذكرناها بشكل عملي باستخدام لغة البايثون ومكتبة النم باي بالبداية راح نقوم بحساب الـ Triangular Matrix من سكوير ميتريكس فبالبداية راح نقوم بعمل سكوير ميتريكس نقوم بعمل سكوير ميتريكس نسمي هذه السكوير ميتريكس M-CAPITAL وتساوي الـ Array نفتح الأقواس نفتح السكوير بركت نفتح السكوير بركت راح تكون هذه السكوير ميتريكس تحوي على ثلاث صفوف كل صف يحوي على 1, 2, 3 هذا الصف الأول الصف الثاني 1, 2, 3 الصف الثالث وكذلك 1, 2, 3 هذه هي السكوير ميتريكس راح نحسب من هذه السكوير ميتريكس أولاً اللower triangular matrix كيف ممكن نقوم بحساب اللower triangular matrix فرح نستخدم الترالي من مكتبة النم باي لأجي الحساب اللower triangular matrix فfrom نم باي import trill function الآن راح نقوم بحساب اللower triangular matrix لهذه السكوير ميتريكس فنكتب lower تساوي trill نفتح الأقواس نضع السكوير ميتريكس أم كابيتسا الآن راح نعرض اللower triangular matrix اللي تم حسابها من السكوير ميتريكس print lower الآن راح نضغط ران هذه اللower triangular matrix مثل ما جاي تلاحظها مثل ما جاي تلاحظه هناك باللower triangular matrix العناصر اللي تكون الى الاسفل من الدياغونال او المين داغونال لهذه السكوير ميتريكس هي عناصر ليست أصفار مثل ما تلاحظه هذا واحد هذا اثنيا هذا واحد بينما العناصر اللي تكون فوق المين داغونال تكون جميعها عبارة عن أصفار هسه قدرنا نحسب اللower triangular matrix لهذه السكوير ميتريكس الآن رايد نحسب مثلا ال upper triangular matrix طبعا لاجل حساب ال upper triangular matrix فرح نستخدم دالة التريو من مكتبة ال numpy from numpy import triu function الآن راح نقوم بحساب ال upper triangular matrix لهذه السكوير ميتريكس فنكتب upper يوسعوي نكتب triu function نفتح الأقواس نضع اسم السكوير ميتريكس واللي هو mcapital الريد الآن نعرض ال upper triangular matrix نكتب print نفتح الأقواس upper الآن نضغط run لاحظ هذه هي ال upper triangular matrix لاحظ العناصر اللي تكون فوق المين دياغونال جميعها ليست أصفار يعني جميعها بارعا قيم عدى الصفر بينما العناصر اللي تكون أسفل المين دياغونال تكون جميعها أصفار فالآن استطعنا أن نقوم بحساب ال upper triangular matrix لهذه السكوير ميتريكس الآن رح نتعلم كيفية تكوين ال diagonal matrix من الميتريكس المقطات أو كيفية تحويل vector إلى diagonal matrix نرح نستخدم دالة ال دياغ من مكتبة النم باي فبالبداية رح نضمن دالة ال دياغ from نم باي import دياغ function الآن رح نقوم بتكوين ميتريكس معينة نفترض اسمها M capital وتساوي الر نفتح السكوير بركت نفتح السكوير بركت أيضا رح نقوم بعمل ميتريكس ثلاثة في ثلاثة بمعنى ثلاثة صفوف بثلاثة أعمدة نفترض هذه هي محتويات الصف الأول هذه هي محتويات الصف الثاني هذه هي محتويات الصف الثالث هسا الآن سوينا هذه الميتريكس الريد نحسب ال diagonal أو نكون diagonal بالبداية الريد نسوي فيكتر يمثل ال diagonal لهذه الميتريكس فنكتب D small باعتبار انه الراح نسوي هو فيكتر يساوي نكتب diag function نفتح الأقواس نضع داخل الأقواس اسم الميتريكس اللي هي M نعرض هذا الفكتر اللي يمثل ال diagonal أو العناصر اللي تكون على ال diagonal أو ال main diagonal نضغطرا نلاحظ هذا الفكتر يمثل العناصر اللي يكون عن ال main diagonal لل matrix M capital هذا العنصر اللي هو اثنيا وكذلك ثمانية وبالاخير صفر هذا اللي العناصر يكونن على ال main diagonal للميتريكس M capital الآن مثلاً ذا الريد نسوي diagonal matrix ما الريد نستخرج متجه الريد نسوي diagonal matrix فراح نقوم بعمل التالي نكتب diag function نفتح الأقواس نضع المتجه اللي عملناه سابقاً وانه هو d small letter print رح نعرض diagonal matrix D capital نضغط ران لاحظ بأنه كوننا diagonal matrix العناصر اللي تكون على main diagonal لهذه diagonal matrix هي نفسها العناصر اللي كانت بالمتجه اللي هي اثنياً وثمانية وصفر هذا اللي العناصر نفساً فالآن سوينا diagonal matrix فالخطوات لأجل تكوين diagonal matrix بالبداية نستخرج متجه هذا المتجه يحوي على العناصر اللي يكون على main diagonal matrix and capital بعد ذلك ندخل ندخل هذا المتجه ك argument لدالة diagonal فنحصل على diagonal matrix فهذه هي ال diagonal matrix الان راح نقوم بتكوين identity matrix او بالاحرى i subscript 3 identity matrix بمعنى انه راح نقوم بتكوين identity matrix size او dimension الخاص بها وثلاثة في ثلاثة بالبداية راح نستخدم دالة ال identity من مكتبة النم Niagara فfrom نم hamm import identity i capital اشارة إلى انه هذا المترجس identity matrix تساوي نكتب اسم اليTHE او DR او function id بعد ذلك نحدد الصبسكريبت او size الخاص بال identity, matrix لنفترض أنه الـ Identity Matrix تكون ثلاثة في ثلاثة فنكتب بين الأقواس ثلاثة بعد ذلك Print نفتح الأقواس I لأجل عرض الـ Identity Matrix نضغط الآن Run لاحظ تم تكوين Identity Matrix الـ Size أو الـ Dimension الخاص بها هي ثلاثة في ثلاثة بمعنى ثلاثة صفوف بثلاثة أعمدة ومثل ما تلاحظ العناصر أو الـ Items الخاصة بالـ Identity Matrix تكون معروفة على المين دياغونال هي واحدات وفوق المين دياغونال وأسفل المين دياغونال هي عبارة عن أصفار الآن بقى نوع واحد واللي هو الـ Orthogonal Matrix رح نتكلم عنه بالحلقة القادمة لأنه يحتاج إلى نوعا ما تفصيل شكرا للاستماع شكرا للمشاهدة ليس معروفة على المين دياغونال معروفة على الم Bio 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 Pool